إذن أنهى الوفد الأمني الذي رفيع المستوى برئاسة السيد الواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات المصرية والموفد من السيد الرئيس إلى الأراضي الفلسطينية وإلى إسرائيل أنهى زيارته المكوكية التي كانت ما بين تل أبيب ورمالة وغزة والحيان في نتائج مهمة لهذه الزيارة وبدأت النتائج سريعا ووجه الرئيس اليوم بسرعة إدخال معدات للمساهمة في إعادة الإعمار استجابة لطلب الرئيس الفلسطيني وبناء على الاجتماع الذي قام به الفريق الأمني في غزة وأيضا دعا الرئيس الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لاجتماع الأسبوع المقبل بالقاهرة برعاية الرئيس أبو مازن للاتفاق على الخطوات اللازمة لإنهاء الانقسام الإسرائيلي مبارح تكلمنا عن دلالات الزيارة والنهاردة خلونا نتكلم على نتائج الزيارة أو نتائج الأولية للزيارة وللدور المصري عموما الذي لم يتوقف منذ اندلاع هذه الحرب في بدايات مايو لم يتوقف هذا الدور لكن أنا حيني حركز على النتائج للزيارة الأخيرة لها كانت زيارة مهمة جدا وإحنا هنا حنرصد نتائج اقتصادية وأمنية وسياسية وخلونا نقول تاني أن مصر والرئيس السيسي ما كان سيوفد وفدا أمنيا رفيع المستوى بهذا الشكل برئاسة رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية إلا ولديه ملفات واضحة ونتائج مهمة يريد التوصل إليها وأهداف وطها عايز دايما كده بدان وصلنا لهذا المستوى الرفيع من الوفود يبقى أنا رايح أحقق حاجات على الأرض عارف مسبقا أن أنا بثقة المصر أقدر أحققها وأقدر أطبقها على الأرض هذه الأهداف هي أولا عودة اللحمة الفلسطينية ملف إعادة الإعمار ملف الأسرة وهو ملف شديد الدقة ودفع القضية الفلسطينية وده الملف الأبعد دفع القضية الفلسطينية لما هو أبعد والحقيقة أن النتائج كانت سريعة جدا بداية من دعوة الرئيس السيسي الاجتماع عاجل للفلسطيني إحنا هنا بنتكلم على 17-18 فصيل في القاهرة تحت رعاية رئيس أبو مازن في هذا الاجتماع مصر بتلقي بثقة لها السياسي وخبراتها ده اجتماع مش جديد على مصر والحقيقة أن هذا الاجتماع نوقش في لقاءات الوفد الأمني سواء ما بين غزة وبين رمال لو كان فيه إجماع على أهمية هذا الاجتماع والحقيقة عندما نتعامل مع الفصائل مهم جدا أن يكون فيه يعني إيجابية من الجميع مصر مش هتعمل هذا الاجتماع وفي النهاية يطلع الناس متخنأة تاني لا لدينا هدف واضح وما رشح من تصريحات حتى الآن من الفصائل المختلفة يدفع في طريق التوصل لنتيجة إيجابية والمأمول أن تكون كل هذه الأطراف مستعدة ليه؟ لأنه هذه فرصة لن تتكرر ثانية لا دوليا ولا إقلمين وبعدها مرة أخرى هذه فرصة مهمة لا تتكرر كثيرا ولن تتكرر مرة أخرى لا دوليا ولا إقلمين الآن يمكن أن نتحرك للأمام فلا يجب أن نعود للخلف فهنا مصر بتلقي بثقالية وبخبراتها دي مش أول مرة يحصل يؤقد هذا الاجتماع وتاني بنعيد آخر اجتماع كان بخصوص تفاصيل الانتخابات وكان موجود في مصر معظم اجتماعات الفصائل والمصالحات كان في مصر اجتماع المصالحة اللي حصل 2017 كان في مصر كل ده بيحدث في مصر فمصر لديها مصداقية لدى جميع الأطراف وده حنشوفه أيضا في ملف مؤتمر الإعمار